المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وأشهد المجلس بجهود الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين في تعقب الخلايا الإرهابية وتجنيب البلاد والعباد شرور مخططاتها الإجرامية منددا بالجهات الخارجية التي تسعى للفوضى والخراب بدعم تلك الخلايا وتدريبها كما دع المجلس إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والاحترام القضاء باعتباره الجهة التي تكفل للمجتمع الحماية اللازمة مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالقيام الإسلامية والأعراف المراعية بحسن الجوار وفي سياق متصرحة بالمجلس بتشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب معتبرا هذا القرار قرارا تاريخيا مهما داعيا جميع الدول الإسلامية إلى المشاركة الفاعلة في هذا التحالف المهم لدحر الإرهاب وتخليص العالم من شروره كما بحث المجلس عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ترجمة نانسي قنقر